من ريف درعة مع المهندس مونير القسيم مشرف سلامة مصادر المياه في جنوب سوريا مساء الخير أهلا بك معنا سيد مونير كم مشرف على هذا الموضوع كيف تتابعونا كيف يمكن أن نصف وضع منطقة حوض اليارموك ما قبل احتلال داعش وما بعد أول شيء سيد مساكي مساء الجميع طبعا بالنسبة لوضع المائي في المنطقة الغربية من درعة هي مخزون محافظة درعة والقنيطرة من المياه الجوفية يعني حوض اليارموك هو مخزونها من المياه لمحافظتي درعة والقنيطرة وحتى منطقة شمال الأردن كانت أغلب مزروعات في المنطقة الغربية من درعة وهي تنتقل إلى كافة أرجاء القطر منها الحبوب والخضروات وكل أصناف الزراعات في الفترة الأخيرة يعاني بشكل مفاجأ يعاني أهالي هذه المنطقة من أولا حدة في النقص في مصادر مياه الشرب وثانيا من ارتفاع معدلات التلوث والأمر الثالث من تدني منسوب المياه الجوفية فبالنسبة للنقطة الأولى التي هي معاناة الأهالي من هذا النقص الحاد في مستوى مياه الشرب هذا يعود إلى عدم متابعة تشغيل هذه المحطات المتواجدة في منطقة حوض اليارموك بسبب أولا عدم تواجد التكاليف التشغيل ثانيا وقوع المحطات الرئيسية للتغذية على الخط الفاصل بين مناطق الاشتباك بين الدواعش ومناطق الجيش الحر هذا أدى إلى صعوبات في عمليات الصيانة صعوبات في عمليات متابعة الأمر الثالث الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي أدت أيضا إلى توقف طويل في عمل المحطات الباقية هذا الأمر أدى إلى زيادة اعتماد الناس على الآبار الجوفية زيادة هذا الاعتماد على الآبار الجوفية التي تحفر بطريقة عشوائية ضمن البيوت مع عدم مراعاة الشروط الفنية نهيك عن عدم القدرة على حفر وارتفاع أسعار الحفر وارتفاع أسعار المياه طبعا كل هذا الأمر نقص المياه ينعكس بشكل أو بآخر على الصحة والحياة العامة نقص المياه يؤدي إلى انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه نقص المياه يؤدي إلى قلة الاهتمام بالنظافة نقص المياه يؤدي إلى قلة ريء المزرعات وبالتالي تتحول منطقة بالتدريج إلى مناطق قاحلة طبعا هذا الأمر أرهق الناس كثيرا وهناك كثير من المحاولات لمحاولة إعادة تشغيل جزئي للمحطات ولكن صعوبة العمل في المحطات المغذية لحوض وادي اليرموك أدت إلى إيقاف كل هذه المشاريع والآن تصلنا كثير من الرسائل وكثير من الاستغاثات من الأهالي عن انتشار الأمراض المرتبطة في المياه مثلا في آخر شيء كان في بلدة حيط وهي محاصرة بلدة حيط محاصرة بشبه محاصرة من الدواعش والدخول إليها والخروج منها عملية صعبة اعتمدوا على مياه من بئر محفور سطحيا من بلدة سحمة جولان هذا الأمر أدى إلى انتشار حالات من الحمى التيفية والحمى المالطية الحمى الكبد الوبائي عفوا ما تمكننا يعني ما نحن قادرين لمد يد العون لهم إدخال سواء مواد التعقيم أو يعني هذا ما تستطيعون بالمياه القيام به شكرا جزيلا لك على هذا الشرح بوافي جدا شكرا على المشاركة القيمة من ريف درعا مهندس مونير القسيم عذرني انتهى وقتنا مشرف سلامة مصادر المياه في جنوب سوريا شكرا